السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي ايكو عاملين ايه ان شاء الله يا رب كلكو تكونوا بخير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا مساء الورد والفل والياسمين ان شاء الله احنا النهاردة في بلينتون هم هنزلوا الحاجات بتاعت الكريسمس الهدوم وكل حاجة يعني تابع الكريسمس فاحنا النهاردة هنو هوريكو اللي هي الشوز او الشباشب اللي هي المقفولة بتتلبس في البيت او اللي بيجامات حاجات البيت يعني دي طبعا تنفع للعرايس اللي هتتجاهز او بتتجاهز او هتتجاوز اليومين دول بتشري منهم شكلهم جميل وحلوين هم دول ينفعوا للكريسمس وبردو من غير الكريسمس يعني ممكن تلبسيهم في اي وقت مش شرط الكريسمس بس بيبتدوا من سبعة لحن دي خمستاشر افتكر ده الاسعار بتاعتهم فيه بقى ابيض وفيه احمر وفيه اغضر الحاجات دي كلها علشان ايه الوانات الكريسمس بتبقى احمر واخدر اه وابيض او فيه الكروهات دوت فيه منه بيجامات نفسي يعني لو جبت البيجامة هوريك البيجامة دلوقتي لو جبت البيجامة قروهات ممكن تجيبي معها الشوزي بقى قروهات زي هيبقوا طاقم فهم بنزلين حاجات للبيت بيجامات او جلاليب او اللي هي السمس الويتة دي او العفريتة للعيل او يعني للاطفال وللأم وللأب على حسب بقى ان كان وادن كان بنت او للأم وللأب يبقوا هما العيلة يبقوا لابسين زي بعض دي كلها طبعا انا بقوليكم الشباشبة هي وفيه منها ديت اللي عامل زي سانتا دوت او بابا نويل زي انتم وبطولوا بالعربي دوت بقى ايه شبشي عامل زي الشوز كده مقفول من وراء ومن قدام وبتدخلي رجلك فيه بتبقى عاملة زي ما كنت دخلة في حاجة زي بتنزل كده لتحت انا عندي منه بس ما عنديش الشكل دوت عندي منه عادي يعني مش تابع الكريسمس كنت جاي بس عتعيد الحب فجميل بس تحسي اللي هو بيبقى تقيل مش عارفة ايه السبب عشان محشي من جوه بيبقى تقيل كده على الرجل وانتي لابساه فانا ما نبستوش على مرة واحدة ومن سيطا ما نبستوش تاني وفيه رمادي هو وفيه رمادي فاتح ورمادي غامق وفيه دوت العامل زي الفرو او فروة الخروف وده شراب عامل زي البوت ليه نعلي من تحت بس دوت برضو تلبسيه في البيت مش للخروج ليه نعلي دوت وطويل بقى طلعلك عند الرجبة كده عامل زي البوت اهو ده كان بخمستاشر ودوت بثلاتاشر على حسب الشبشي باللي انت هتشتري بيبقى ليه السعر بتاعه ودوت برضو فيه منه للاطفال هو زي ما بقول لكم والبيجامات دلوقتي هتشوفوهم والليس والدوت برضو شكل حلو قوي هتشوفوهم دلوقتي البيجامات فيه منهم قرهات وفيه منهم ساق احمر وفيه منقوش هنا بقى ايه دخلنا على حاجات البيت نجد الروب ده الروب دوت طويل اهو عامل زي الفرو بس هو مش فروي طبعا دوت طويل او يعني تلات تربع والبامبة دوت قصير لعند الرجبة او تحت الرجبة بحاجات بسيطة على حسب الطول بقى كل واحدة اه كل دوت حطينه عشان الكريسمس والاحمر ده طويل فانتو تشتروا الطاقم معا بقى الشبشب ومعا اهو القرهات تدات برضو روب القرهات زي البجامات اللي انا بقولكو عليها اه ممكن تجيبوا البجامة ويجيبوا الروب ويجيبوا الشبشي بيبقوا ايه طاقم واحد فدوت حاجات حلوة للعرائس اللي بيتجهز بيبقى ساعة الاعياد بيبقوا منزلين حاجات حلوة فدلوقتي ايه موسم ايه الهالوين او بعد كده اه وبعد كده الكريسمس وزي البجامات ده برضو شكلها حق اللون بتاعها اللي اقدر شكله حلو اقدر فاحمر او لموني فاحمر اه وابيض شكلهم جميل يعني ودي فيه الكندي هو رسمة الكندي عليها انا هنا بقربها لكو عشان تشوفوا الرسمة بتاعتها هو دي المنطلون اهو المنطلون معلم بالعرض وفيه منقط بقى تلاقيش اه شكلهم جميل ادي ديت برضو فيه ده فيه دي عاملة زي الاتشيرت والمنطلون اهو كرهات ربيبه منزلين موديلات جميلة قوي في الاعياد وحاجات حلوة زي دي كده شكلها جميل المنطلون من تحت كرهات اهل ديت بقى بجامة دي بجامة بجامة اه منقطع اس وتفا بيض والخط ده تفوشية اتلاقي على المنطلون دي عاملة زي القطيفة شوية على المنطلون وعجيب وعلى اللياءة والاسورة والاسورة شكلها دي جميلة انا بحب الحاجات اللي زي دي طبعا كل واحد وزوقه ده عامل زي الترينج كده اللي فلينة قصيارة والمنطلون كلها سودة وعامل زي القطيفة برضو الشموية اه كل واحد وعلى حسب الزوق بتاعه ادي بقى هيل بجامات اللي بقلقوا عليها اللي بيبقى طاقم للأسرة كلها ادي هنا المنطلون بجامة قرهات ومرسومة عليها وفيه قرهات سادة بقى مفاشل رسم اللابيت دوت هوريكم دلوقتي حاجات الاطفال شكلها جميلة اهي مرسومة على الجلابية الاسرة زي ما بقول لكم برضو دي عامل زي البجامة بس دي جلابية شكلها برضو حلو ومش دي قمش شتوي بس خفيفة يعني بس هم هنا في البيوت بيبقى فيه الدفاية او فيه الهيتر بيبقى شغال فممكن بيلبسه سيفي بيلبسه حاجات خفيفة اه ولما يخرجوا بقى بره بيبقوا لابسيني الجواكت التقيلة فهنا يعني مش عاملين زي مصر كنا في مصر بنلبس اللحاف كل اللحاف مش اللحاف اسمه ايه الدولاب كله في الشيطة لا هنا عشان فيه البيوت فيها الدفايات وفيها الهيتر فما بيلبسوش حاجات تقيلة قوي بتبقى الدنيا سخنة يعني اهي ديت بقى اللي بيلبسوها اللي هي حتة واحدة عاملة زي العفريتا كده او انا ما بحبهمش الصراح يعني فيه بيلبسوها في الخروج للخروج وفيه بيلبسوها في البيت هيا فيه منها للخروج بس انا الصراحة ما بحبتهاش كل واحد طبعا حسب زوقه وحسب هو بيحب ايه وفيه دهية برضو شكلها جميل مرسومة عليها الشجرة اما تروحوا المحلة لو حاجات كتيرة جدا ده اتبقى بتاع البيبي ها هو اللي بقولوكو عليه بتاع البيبي هات اه معا ده شراب فيه برضو اه بيبقوا بيجامات بتاعت الشتا فيه منها بيبقى معاها الشراب وفيه منها بيبقى معاها كده زي طاقية البتيعة على راسك على حسب بيبقوا حطينها مع البيجامة لاما شراب لاما طاقية وده برضو الروب ده وتشكله حلو اه بامبا وفيه القلب ابيض اهم البيجامات وهي الحاجات هيوه محدوطة والارواب اه تشوفوه بقى ايه كل واحد يجيب الحاجة اللي بتعجيبه كل الحاجات دي حاجات طبع الكريسمس بيلبسوها في البيت وبرضو مدينفع للكريسمس وغير الكريسمس لو فيه واحدة عاوزة تجاهز وتشتري الهدوم الشتوي من دلوقتي بتشتري اه مفيش بقى زي مصر عندنا هنا الجلاليب القطيفة ادي الجلاليبة هي الكبيرة ودي المأساة الصغيرة اه محتوى حطتها لكو هناك عشان تباني الطول وتبقى ان اه دي الجلاليبة دي كتلاهي لبس اختها مبارح لما انا جيت والجلاليبة التانية دي اه بتاعت ايه بنت اكبر شوية بس الحاجات يعني بتعجيبه شكلها حلو فيش بقى الجلاليب القطيفة ولا الشموية زي بتاعت مصر هم باللوسوا الحاجات دي